موسيقى الرواية في الخليج إشكالية الكتابة والتلقي مشاهدوا أسئلة أسعد الله أوقاتكم بمعرفة تتشكل من بحثنا الدؤوب عما يضيء دروبنا حيث السؤال منطلقنا إلى النور الرواية في الخليج أو الرواية الخليجية اختلفت النظرة والمسميات لكن الاتفاق على إشكاليات كتابتها بقي حاضرا لدى الدارسين والنقاد الذين تابعوا ظهور حالة حكائية حديثة في بلدان اعتبدت قرونا على الشعر كديوان لهم يسجلون فيه مآثرهم ومشاعرهم أين وصلت الرواية في الخليج وهل تصح التسميات بأن هذه رواية خليجية وأخرى مغاربية وهكذا أم أن المنابع واحدة على امتداد الحالة الإنسانية وهي تتشضى في هذا الكون طارحة أسئلتها بحيث تبدو روايات أمريكا اللاتينية عمقا إنسانيا بالنسبة لنا أيضا كما هو الحال مع أسئلة روائي أمريكا وأوروبا وأسيا وغيرها من قارات الدنيا ما هي التحديات أمام كتابها في المنطقة المحسوبة على الثروة والنفط وما الذي يقع لها مختلفة عن غيرها في وعيها الكتابي وفي حالات تلقيها أسئلة يحاور اليوم ضيفين عزيزين من المملكة العربية السعودية الدكتور سعد البازعي مرحبا بك الدكتور في مسقط والأستاذ يوسف المحميد الرواي السعودي المتميز مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بالرواية والنقد القادمان من الشقيقة المملكة العربية السعودية نبدأ من الرواية أو من النقد ربما نبدأ من دكتور سعد من حيث إشكالية الطرح الرواية الخليجية أو رواية الخليجية أو هي رواية عربية وإنسانية بتقليها الأسمى حيث أن هذه المسميات تطرحها المساحات الجغرافية ولكن ليست بالضرورة أن نجنس الكتاب أو الكتابة بها أولا أعبر عن تزازي بأن نكون في عمان وفي مسقط وفي تلفزيون عمان وفي مناسبة ثقافية أيضا أنا هنا للحديث في جامعة سلطان قابوس أيضا لمشاهدة المعرض والحقيقة أن السؤال المطروح سؤال مهم لكن في اعتقادي أنه جزء من سؤال أكبر وهو هل هناك أدب خليجي أو أدب سعودي وأدب عماني أنا من من يقاومون ظلت لسنوات وقاوم هذه المصطلحات فأقول الأدب العربي في البلد الفلاني والأدب العربي في كذا ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الرواية أو الشعر أو غيرها لكن في نهاية الأمر تستمر هذه المصطلحات يعني ليس هناك طريقة لإلغائها لتجنبها لتجنبها الحقيقة أو يبدو لي أن يعني زاوية النظر تحكم الموضوع يعني لو ذهبت إلى أمريكا الجنوبية لن تجد الرواية اللاتينية سيتحدثون عن الرواية البرازيلية والرواية الكولومبية وهذا لا يمنع العالم من أن يشار إليها ككل على أنها رواية أمريكية جنوبية أو لاتينية نفس الشيء في أمريكا في الولايات المتحدة يعني قد يتحدث الناس عن أجزاء وأوروبا نفس الشيء فنحن أيضا إذا احتفظنا بوعي قومي أو وعي شامل يدرك بأن الرواية في الخليج أو الرواية في السعودية هي جزء من نسيج أكبر ولا يمكن لها أن تستقيم لوحدها فنكون على الأقل حفظنا جزء أو حللنا المشكلة جزئيا فليس هناك استقلال كبئة تام لأن الرواية الخليجية هي جزء من الرواية العربية قد يكون هناك جانب خصوصي أو أنها تتناول قضايا في المنطقة لا تتناولها الرواية في تونس أو الرواية في لبنان لكن يطل البعد العربي اللغوي والبعد الهم الواحد والتاريخ كلها تجمع هذه الأعمال أستاذ يوسف تحدثت مثلا أنت عن تجربتك في الرواية فهل تستطيع أن تقول مثلا أن الرواية السعودية نرجع إلى نفس المصطلح أم أنك أنت ترى نفسك روائيا أشمل من أنك تحديدك في مستوى وطني نستطيع أن نقول وطني فعندما مثلا فازت وترمي بشرار يصف الخال قالوا أنها الرواية الخليجية الرواية السعودية ولم تكن التقنيس أن هذه الرواية العربية فازت بالبوكر في البدء أشكركم على وجودي في هذا البرنامج وأنا سعيد أيضا بتواجدي في مسقط ومشاركتي يوم أمس في معرض الكتاب وحديثي عن مصادر تكويني الثقافي التي أسست لكتابة نصي الروائي أيضا أنا لدي تحفظ حيال هذا الاسم أحيانا تحفظ ربما مختلف عن ما طرحه الدكتور سعاد لأننا نحن في عمق الكتابة الإبداعية نعاني أحيانا من مسألة المركز والهامش دائما حينما ينظروا إلى الرواية الخليجية والرواية السعودية كأنما هي في الهامش ويتم التعامل مع الرواية العربية وأي اختراق لها للجوائز يعتبر كأنه نصر مختلف حققته رواية قادمة من أحيانا يتم التعامل معه كنصر أو التعامل معه بمنطقة تشكيك فأنا لا أحب هذا التصنيف الرواية السعودية أو الرواية الخليجية حتى لما تطرح الرواية الخليجية كأنما يعني أن السعودية لا تستحق أن يكون لديها رواية الكويت لا تستحق أن كل هذه الرواية كأن كل هذه الدول جمعت في بوتقة الخليج أنا أعتقد أن المسألة لها ستبع هذا الشكل الرواية هي جزء من النسيج العربي ولا نستطيع أن نعزل مثلا تجارب الروائية المصريين في الستينيات عن تجارب مثلا تركي الحامد وغازي الكسيبي إلى آخر وهي مصادر التعلم بالضبط هي انتداد أنا أزعم أنني قرأت أو قرأت مبكرا رواية مثلا صنع الله إبراهيم إبراهيم أصلان جمال غيطاني عدد من الأسماء التي كانت في الستينيات أكثر مما قرأت مثلا إبراهيم الناصر الحميدان مثلا في السعودية فهي نسيج واحد النسيج العربي هو نسيج واحد واللغة واحدة لكن لا تلاحظ مثلا أن نحن أيضا عمقنا هذه التسمية في محيطنا الخليجي بحيث أننا صرنا نتحدث عن الخليجيين أو المواطن الخليجي فصارت الأدب جزء من حركة المجتمع أننا نتحدث دائما عن الأدب الخليجي الشعر الخليجي الرواية الخليجية هي فرضت أنا أعتقد أن فرضت علينا هذه المسميات من الخارج لا أعتقد أننا نحاول أن نضع مثلا دراسة خاصة للأدب الخليجي أو للرواية الخليجية أو للشعر الخليجي كما هو الشام في الاقتصاد هذه الشام في الاقتصاد يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد في دول الخليج باعتبار متشابه بالضبط نعم دكتور سعد ندخل إذن كذا في أمق الرواية نقديا إلى أي حد استطاعت هذه الرواية في الخليج لنقول حسب توصيف الإشكالي القديد الذي وصلنا إليه أن تعبر عن المكان وتطرح قضايا بصورة مثلا تختلف أو ما الذي يميزها عن الرواية مثلا في تونس مثلا ذكرت أو في القزائر بحيث أن نستطيع أن نقول أن هذه الرواية كتبت في منطقات ما المؤشرات كثيرة طبعا على هذا التنوع أنا أسميه تنوع ضمن الوحدة الكاملة الشاملة وطبيعي أن تختص منطقة بكتاب عن طبيعتها وهمومها المحلية جزء من العالمية كما نقول دائما ولا تناقض بينهما في الخليج عندما تقرأ بعض الروايات الكويتية أو بعض الروايات في السعودية أو روايات السعودية ستجد أن هناك ملامسة لقضايا يصعب تصور أنها موجودة بهذه الصورة على الأقل في مناطق عربية أخرى بعض الروايين ينزعون نزعة أكثر شمولية يحاول أن ينظر لهم أكبر على أساس أن هذا يوسع دائرة التلقي لكني لا أعتقد أن هذا هو الطريق السليم أعتقد أن ملامسة الهموم القريبة لكن بعمق وباحترافية عالية هو الطريق الأسلم والصحيح لمقاربة هذه القضايا وطرحها وأيضا لإقناع القارئ المتلقي بأنه يقرأ نص خارج من عمق هذا المكان المرقعية المكانية هي ربما ما تفرض علينا الأستاذ يوسف خاصة مثلا في أعمالك الرواية لنتحدث أكثر عن المرقعيات التاريخية للرواية في الخليق كيف أو متى بدأت هذه الحالة من التعاطي مع شكل جديد في الكتابة لم تكن تعرفوه المنطقة سابقا يعني أنا أعتقد ودكتور ساعد طبعا حاضر معنا هنا في الاستوديو أننا كنا في السعودية نجزم إلى حد بعيد أنه من الصعب أن تكتب رواية في هذه المنطقة يعني في فترة الثمانينيات كان الاهتمام الأكبر للشعر سواء القصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر والاهتمام أيضا الموازي كان للقصة القصيرة يعني كنا نتذكر أن من يكتب قصة قصيرة أو يشارك في أمسية قصصية يحظى بهالة كبيرة من الإعلام لكن مسألة كتابة رواية كانت مسألة ملتبسة مشكوك فيها لأسباب عديدة يعني إلى أن بدأ مبكرا عبد العز المشري في كتابة الرواية ومن بعدها طبعا جاءت تجربة غازق صحيب وترك الحمد أنا أعتقد أن المرحلة الحقيقية لبداية كتابة الرواية بعيدا عن تجاربا سابقة في الستينيات السعودية هي كانت مع الثمانينيات مع تجربة عبد العز المشري ورغم أن تجربة المشري كانت قريبة أيضا من النفس السردي القصصي لم تستطع أن تتماس بجرأة مع الواقع اليومي المحلي في السعودية إلى أن غامر كثيرا غازق صحيب في شقة الحرية وترك الحمد في الثلاثية أنا دائما حينما أتحدث أشعر بالامتنان لهذين الإسمين لأنهما استطاعا أن يفتح أمامنا البوابة على مصرعيها فبدأنا تجارب عبد الخال ورجع عالم وإلى آخر من المسرعات لماذا تأخرت الكتابة الرواية إلى هذا الزمن مثلا؟ رغب الانفتاح الكبير كان على مثلا الستينيات نجيب محفوظ وحسن أبو القدوس وعلي بكتير ومجموعة من الأسماء كانت نتاجها موجود في المنطقة أنا أعتقد أنه تم اختلاف أولا في مسألة التلقي لم يكن الأدب في السعودية يحظى بهذا الزخم الآن الذي يحظى فيه سواء من حيث المبيعات أو الاهتمام بالكتابة الإبداعية عموما بما فيها الرواية المسألة الثانية أيضا تمت مفارقة تمت اختلاف شاسع بين مراكز الثقافة العربية مثل مصر وبيروت ودمشق وبغداد أنا ذاك في الستينيات وبين السعودية أيضا في الستينيات لكن الآن الوضع مختلف تماما المسألة اختلفت كثيرا أصبحنا نخطو بخطوات جامحة تجاه كل الأشياء ليست فقط في الأدب يعني الآن مثلا في السينما رغم أن السعودية لا يوجد فيها سينما إلا أنها ثمت أسماء رائعة جدا تعمل في سينما الأفلام القصيرة بالعكس حققت جواز ولفتت الانتباه فأنا أعتقد أن الوضع الآن تغير يعني منذ الألفية من بداية الألفية بما يسمح لكتابة الرواية تطور زمني لكتابة الرواية معنا هل هناك مراحل تسميتها مثل ما شارل أستاذ يوسف أنها مثلا بدأت بالتقارب الناضقة أو التي أولدت هذا الانفجار الرواية الكبير في المنطقة وخاصة في المملكة العربية السعودية مع رواية شقة الحرية أنا أعيدها الحقيقة للتسعينيات أنا أعتقد التسعينيات كانت مرحلة منعطف مهم بعد حرب الخليج كانت التسعينيات منعطف مهم للأدب والثقافة بشكل عام إعلاميا أيضا ولدت أولادة الفضائيات مجيء الإنترنت صار هناك انفتاح أكبر انفتاح اجتماعي وسياسي أيضا على العالم الرواية كانت مشكلتها الرئيسية هي الهامش هامش الحرية في التعبير ولذلك لم يكن غريبا أن تكون من أول الروايات التي فتح الطريق عنوانها شقة الحرية فأعتقد أنه كنا نتحدث في الثمانينيات عن صعوبة كتابة الرواية لأنها تتطلب مكاشفة اجتماعية مباشرة يعني أحد المشكلات البسيطة مثلا ذكر الأسماء أن تكتب في الرواية اسم لشخص فالمجتمع محافظ قد لا يقبل ذكر أسماء قد تصادف وجود شخص بنفس الاسم وحصل فعلا في إحدى القصص القصيرة أن نحكم شخص بسبب أن نذكر اسم شخص وهذا حدث معنا في عظمان أيضا لكن يبدو أن هذا انتهى مع الانفتاح الذي حصل وصارت المسألة ليست عائقة لكن طبعا المسألة أكبر من كذا ليست قضية أسماء أكبر من هذا من خلال متابعتكم نحن نتحرك من الدائرة التي هي الأصغر الرواية في السعودية إلى الرواية في الخليج هل هذا الكلام ينسحب على بقية دول المنطقة كمتابعين يعني لا نستطيع مثلا أن نقول أن الرواية مثلا في عمان بدأت في ثمانينات لا نحن رواية مثلا ملائفة القبل الأخضر لأستاذ عبدالله الطائي في مرحلة مبكرة في السبعينات على إذا لم تخلني ذاكرة فخلال متابعتكم لتلك الفترة الأستاذ يوسف سأحول أيضا هذا السؤال لك كيف تواصلتم مع الرواية في الخليج لا هي الرواية مبكرة في السعودية بدأت الأعمال رواية مبكرة يعني هناك روائيون بدأوا في السبعينيات وفي الستينيات لكن لم يكن لهم هذا الحضور يعني لم يكن الرواية تقرأ بالشكل الذي تقرأ به الآن أو حتى قبل عشرين سنة يعني كانت هناك أعمال متفرقة حتى في إحصائية تقول أنه على مدى أظن ثلاثين أو أربعين عاما نشرت ثمانين رواية وفي عام واحد نشرت مائتين مائتين رواية بعد الألفين فنسبة الإنتاج تعالت كثيرا لأن الرواية كانت نوع أدبي هامشي في المشهد الأدبي وانتقلت إلى المركز الآن في المركز هل هي تأثيرات من من أمكنة أخرى مثلا نستطيع أن أقول أن الرواية صارت هي التي تبيع صارت هي المتنفس الأوسع أمام الكاتب للنظر فيها مثلا أستاذ يوسف فأصدرت أول رواية لغة الموتة 2003 فهل ألا تقول مثلا أن هذه الرواية تأخرت أم أنها جاءت ضمن السياق الزمني لأن القصة هي التي تولد أو التي اعتتموها السابقين كمتنفس تعبيري ثم تأتي الرواية لاحقا ينسح بهذا الكلام في السعودية على ينسحب أيضا على باقي الدول الخليج دول الخليج لم تكن تعرف هذا الانفقار الرواي الذي تعرفوه اليوم صحيح بالضبط يعني أعتقد حالة كتابة القصة في الثمانينات بالنسبة لي وبالنسبة للمجاهلين آنذاك تختلف عن حالة الرواية كما أشار الدكتور سعاد يعني فعلا هامش الحرية وقلق أن تكتب رواية كاملة تقدم فيها مجتمعا كاملا بكل تفاصيلها بكل عوراتها بكل مساوعة يعني مسألة ليست سهلة يعني بدءا فعلا بالاسم يعني أنا أتذكر في رواية في خاخ الرائحة كنت قلقا من اسم رجل بدوي يعني مجردا تضع اسم طراد أن تحيل إلى ممكن قبيلة مثلا وهذا ممكن يسبب لك أيضا مشكلة فهذه التفاصيل الصغيرة يعني هي مقلقة يعني آنذاك لكنه مع هذا الانفتاح أصبحت المسألة يعني سهلة جدا النقطة المهمة التي أضيفها إلى كلام الدكتور سعاد فعلا هي الرواية بدأت باكرا يمكن بالأربعينات والأخمسينات قديم نعم لكن الجانب الأهم ليس فقط الجانب الإعلامي التوأمان الثلاثينيات التوأمان يعني إذا أعتبرناها رواية لكنها كان مقصود هذه النقطة المهمة إذا أعتبرناها رواية أنا أقصد أن الجانب الفني آنذاك لم يكن متطورا إلى أن تجزم أن هذا عمل روايا حقيقيا لذلك نحن دائما نشير إلى تجربة عبد العز مشري الغيوم ومنابة الشجر مثلا الرواية الأولى طلعت ممكن في الثمانيين أو كذا بداية الثمانينات كانت فعلا عملا متكاملا وأستطاع أن يكون مقنعا حتى في العالم العربي نعود لديركتور سعد إلى مشكلة البجتمعات المحافظة في منطقة الخليج هل هي التي أخرت الرواية؟ هل فعلا هي التي يعني نحن دابعنا نقول نشقة الحرية فتح أبواب الحرية كان ممكن أن من محاولات لفتح هذه الأبواب سابقا لكن هل مثلا التأثيرات الغربية أو التأثيرات العربية الأخرى هذا الانفتاح في الثقافات هو الذي أوقد هذه الرواية أو أوقد هذا الانفقار في كتابة الرواية خليجية؟ هو أسهم إسهام كبير من الصعب أن نعزو ظاهرة إلى عامل واحد أو عاملين أعتقد أن هناك مجموعة عوامل تضافرت في تحويل الرواية إلى ظاهرة أدبية مهمة ومطروحة في كل مكان أنا أشرت إلى الانفجار الإعلامي الذي حدث في التسعينيات وأعتقد أنه كان عاملا رئيسا من العوامل التي جعلت هذا النمط الكتابي نمطا مقبولا وشائعا ولا يستطيع أحد أن يوقف مده مجيء الإنترنت مجيء الفضائيات الإعلامية فتح أوسع الهامش نحن نظل نسميه هامش ليس مثل شيء مختلف وسع الهامش كثيرا وجعل من الممكن للإنسان أن يعبر عن قضايا لم يكن من السهل تعبير عنها في الماضي أيضا التعدد السكاني أعتقد المجتمعات المحافظة في منطقتنا لم تكن مفتحة كما هي الآن بعد ما جاء وفود أجناس كثيرة إلى البلد بحيث أنه الإنسان صار يرد ثقافات الأخرى أمامه وتحضر إليه شائم أبا لذلك هذا هو العالم اليوم وتخلخل ثوابته أحيانا في كثير من الأحيان نعم بالتأكيد خلخل ثوابت توسيع هامش الحرية دكتور سعد قال عن توسيع هامش الحرية إلى أي مدى يبدو هذا الهامش متسعا لدكتور رواية كما نحب وخاصة أنك أنت رواي فدائما سقف الحرية هو من يغريك أكثر لرفعه كي لا ينخفض أكثر يعني دائما أنا أشير إلى أن هذا الهامش يتسع بالتدريج يعني حينما بدأت كتابة الرواية مثلا غاز القصيبي لما كتب شقة الحرية كانت فعلا شقة حرية ومهمة جدا لفتح هذا الهامش الرأى وصار تأويل الأسماء أيضا من يقصد بالشخصية الفلانية من يقصد بالشخصية لكن الفارق بالنسبة للغازي حينما كتب هذا الرواية لم يختر لها المكان الصحيح الذي نريده لم يتحدث عن السعودية لم يتحدث عن الرياض وضع هذه الحرية في مكان آخر خارج البلاد وشقة يعني وشقة وأيضا شقة ومحاصة ليس ذلك الله هذا الهامش الصغير أو الضوء الصغير الذي فتحه غاز القصيبي في هذا العمل استغله أيضا ترك الحمد في الثلاثية ودخل أكثر عمقا فوجئنا أيضا وجيلي أيضا من كتب الرواية إلى محاولة أيضا يعني زحزعت هذا الهامش ومع ذلك يظل هو كما تحدثنا هامش ضئيل جدا ولم يعني لم نكتب بشكل حتى الآن كما أشعر أكثر حرية يعني يظل هذا الحضور يعني دائما الرقيب حاضر يعني سواء كان الرقيب الاجتماعي أو الرقيب السياسي أو حتى الرقيب الذاتي يعني أيهم أخطر أنت تشعر أن الرقيب الذاتي نحن دابعنا نقول أنه هو الأخطر لكن في مجتمعاتنا أو من خلال التجارب الأخيرة ظهر لنا أن الرقيب الاجتماعي هو الأسوأ صحيح في مراقبة الكاتب والضجلة وثيرة مثلا على بعض الروايات في الخليق كان الرقيب الاجتماعي ليس الرقيب السياسي ليس الرقيب الرسمي القالس في مكتب وزارة الإعلام لأنه الأكثر مصادرة للرأي ويعتقد أن كل اقتراب من هذه الحالة الحرية هو خلخلط ثوابت مجتمع ويتم توصيفها من العادات والتقاليد والمجتمعات المحافظة أنت كروائي يعني أعتقد كل رقيب له دوره الخاص رقيب الاجتماعي طبعا حاضر بقوة ومؤثر وهو أكثر قوة وشراسة من الرقيب الرسمي ويبقى نسبة وأحيانا هو الذي يحرض الرقيب الرسمي يعني هو من يحرض الرقيب الرسمي لكي يتدخل وهذا ما حدث حدثت معي في البدايات الرقيب الذاتي أيضا أنا أعتقد أنه أكثر خطورة إذا لم يكن الكاتب يمتلك الوعي الكامل لما يكتب ويحاول دائما قتل هذا الرقيب أو تحييده بعيدا فهو لم يتمكن من كتابة نص روائي متجاوز يعني أنا أتذكر حالة مررت بها يمكن في بداية الألفية حينما طالبت مني دار السويدي كتابة كتاب عن أدب الرحلات فكان الذي يتواصل معي الشاعر السوري نوري الجراح قال لي مقولة جدا جميلة أكتب كما تريد ليس للنشر وحينما تنتهي من الكتابة تستطيع المراجعة إذا كان ثمت يعني ما يربك أو يخيف واستخدمت هذه الطريقة حتى في أعمال الرواية الأخرى لكنني للأسف أكتب كما هي ولا تدخل فيها في المباد هي نفس الشكالية الحرية دكتور سعد بالنسبة لهذا المفهوم أو هذا المصطلح مع نسبيته مع خطورته مع اقترابه من محددات للمجتمع يراها خطوط حمراء لا ينبغي أن تنتهك ولكن يعني ثمت إحساس لدى الكاتب أنه عندما يكتب يفكر أنه هل ينال موافقة وزارة الإعلام هل يغضب الرأي الديني أو المؤسسة الدينية هل يغضب المؤسسة الاجتماعية هل ممكن هذا الاسم في الرواية مثل ما قال الأستاذ يوسف مثلا اسم طرادية تشابه مع أحد في العشيرة في المجتمع البدوي يعني هذه الرقابات المتعددة متى يمكن على الأقل زحزحتها جانبا ونحن في عالم الانترنت عالم سماوات مفتوحة عالم نشر الإلكتروني بحيث أن الكاتب لا ينبغي له محاصرة نفسه قبل أن يحاصره الآخرون الكاتب والمؤسسات كلاهما بحاجة إلى التضافر هنا التضافر للجهود لتوسيع هذا الهامش يعني الكاتب نفسه مطالب بأن لا يلزم نفسه دائما يعني يوسع الهامش قليلا كما ذكر الأستاذ يوسف يوسعه بالتدريج لكن أيضا في المقابل تظل المؤسسات الرسمية هي تلعب دور كبير يعني الرقيب الاجتماعي شرز ويدفع لكن أيضا هذه حامية تحمي المجتمع وتحفظ التوازنات الاجتماعية فلابد من وجود قوانين بدون قوانين وتشريعات تحمي حرية الكاتب يعني هي حرية نسبية لكن هذا اللي أريد أن أقول لك نعم الحاد الحرية نعم وكلمات مطاطة ومطاطة يعني ممكن تأويلها وبالضبط تغييرها لصالحي أي قانون قابل لهذا لكن طبعا لا نفقد الأمل يعني يظل أن هناك إمكانية لهذا التوسع أريد أن أشير أيضا إلى مسألة أخرى قد تضاعف المشكلة يعني وهي مفارقة الحقيقة انتشار النوع الأدبي كالرواية مثلا أو شهرة الكاتب وكثرة القراء أحيانا تزيد من الرقابة بمعنى أن هناك كثيرون يقرأون هذا العمل وبالتالي كثيرون هم الرقاباء في وقت من الأوقات كان العمل يقرأ على النطاق ضيق فبالتالي لا حتى الرقيب الرسمي لا يأبه له لأن تأثيره ضعيف لكن الرقابة تزداد بقدر تأثير العمل وانتشاره فهي عملية أحيانا تتضمن هذه المفارقة الساخرة السلطنا أعزائي المشاهدين حاضرة مع ضيفيني الأستاذ دكتور سعد البازعي والأستاذ الروائي يوسف المحميد لنا وقفة مع هذا الفاصل ولنا عودة بعدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مشاهدوا أسئلة مرة أخرى مع ضيفيني الدكتور سعد البازعي والأستاذ يوسف المحميد الروائي السعودي ودكتور سعد تحدثنا قبل عن الفاصل عن هامش الحرية ونعود للأستاذ يوسف المحميد هل القارئ يطالب هو بالحرية ثم ينكرها على الرواية يعني لا أعتقد القارئ يجد هذه الحرية في وسائل متعددة يعني أنا دائما أشير لماذا هذا التركيز على الأدب يعني حتى مع حديث الدكتور سعد أنه حققت الرواية المزيد من الانتشار إلا أنها لا تقارن بوسائل أخرى موجودة الآن بوسائل التواصل الاجتماعي أو غيره يعني اليوتيوب مثلا مليء بالمقاطع التي مثلا تكون محظورة سواء على مستوى الجنس أو السياسة أو الدين أو أكثر من ذلك لماذا هذا التركيز على النص الأدبي يعني لا أعتقد أنه يستحق كل هذا الالتفاق يعني أحيانا حينما يشار إليه بهذا الشكل من قبل الرقيب الرسمي هو يحقق المزيد من الانتشار نعم فأنا أتمنى يعني أن يصل الحال يعني في مرحلة لاحقة إلى ما يحدث الآن في الغرب يعني الغرب رغم أن الحرية أيضا تظل محدودة يعني لها إطار يعني ليست منفلثة لكن على الأقل يعني أنا أتذكر أحد الكتب قرأته قديما عن كيف تكتب رواية وكان لأحد الكاتبات أعتقد بريطانية أو أمريكية كانت تشير إلى تحذر الرواية الذي يريد أن يكتب رواية أن لا ينتهك خصوصيات الآخرين هذا المطلب الوحيد نعم حينما تريد أن تكتب عن صديقك يجب أن تضع روايتك في شكل تورية أو مواربة أو كذا حتى لا تصيء لهذا الشخص هذه هي النقطة المهمة التي يجب تجنبها أما بعد ذلك من حق الرواية أو الكاتب يكتب ما يريد متابعتك للرواية في الخليج أين تضع مثلا هذا المستوى هل فعلا هي في وضع تنافسي مع مثيلاتها إذا قلنا في دول ما يسمى كان بالمركز المتنى الثقافي أو على اعتبار أن هناك هامش لم يعد هناك مركز ولا يعد هناك هامش ولكن أيضا يعد هناك مستوى بالضبط هل عبرت الرواية الخليجية بالتأكيد ليست فقط الرواية في الخليج الأدب في الخليج أنا أعتقد أو حالة الأدب تقدمت كثيرا على سبيل المثال على مستوى النشر كنا نعتقد أنه لا يوجد دور نشر إلا في بيروت أو في القايرة الآن الخليج ما شاء الله مليئ بدور نشر جديدة وشابة وحيوية في الكويت عدد من دور النشر الجديدة في مسقط الآن دور نشر أيضا جديدة يعني تنمو بشكل متميز في السعودية أيضا دور نشر جدا متميزة حتى وأن كانت ليست في الداخل حتى لو كانت تتخذ من دول الخليج مقرات لها يعني هذه الحالة من وجود دور ناشرين خليجيين هو انعكس لما يحدث في الأدب يعني بما فيها الرواية فأعتقد الرواية الخليجية يعني خلال السنوات خلينا نقول العشرين سنة الماضية حدث فيها تحولات كثيرة يعني الرواية في السعودية تنمو بشكل تدريجي وتتعدد الأسماء وكثير من الأسماء التي بدأت منذ التسعينيات بدأت تكرس أسماءها بشكل أقوى في الكويت حركة أيضا الآن جدا متميزة ولافتة البحرين كان فيها تجربة قديمة يعني وكانت تراهن مع جيل آمين صالح عبدالقادر عقيل وفريد رمضان تراهن على اللغة وتراهن على الكتاب المختلفة أو المغايرة أنا أعتقد أن هذه الحالة حتما تجعل من دول الخليج بما يشبه المركز مركز التقافي دكتور سعد ندخل إلى عمق الرواية ما الذي يميز التقربة في الخليج التقربة الرواية عن غيرها على مستوى المضمون أولا هذا يعود بنا إلى سؤال سابق وهو عن ما إذا كنا نستطيع أن نتحدث عن رواية في الخليج لها سمات مختلفة لكن في تعبيرها عن الواقع تعبير عن ما حدث خلال نصف القرن الأخير من اكتشافات النفط وصولا إلى مرحلة المدنية التحضر التغير القيو اجتماعي على حالات أداء يعني قد نتحدث عن مرحلة كانت الرواية فيها إما ذا الطابع أخلاقي بحث يعني في البدايات يعني تستخدم الحكاية للتعليم التوجيهية التوجيه إلى مرحلة كان فيها أيضا محاكات للرواية العربية ومحاولة لتقمص شخصية الرواية العربي التقليد لفلان مثل ما حدث الشاعر أو فيها أي أنواع أدبي أخرى إلى مرحلة الاستقلال النسبي طبعا لو اكتشاف الاختلاف المحلي ويعني جعله مصدرا أساسيا للسرد العملية السردية وللشخص وللتقنيات السردية ربما يعني هذه المسألة التقنيات السردية هذه المسألة أعتقد أنها يعني لم تنتشر بالشكل الذي يميز الرواية في المنطقة عن غيرها مع أن ربما أنه فيه تجربة رجاء عالم قد يعني تذكر في هذا السياق أنها حاولت العودة إلى الثقافة المحلية في منطقة مكة المكرمة والاستفادة من تقنيات سردية قديمة يعني على طريقة جمال غيطاني مثلا في تجليات نعم في التجليات فهذا يميز الرواية أنا أعتقد أننا الآن نستطيع أن نقول أنك يمكن أن تقرأ عمل لأهم كتاب الرواية في المنطقة الخليج دون أن تقرأ الاسم وتعرف أن هذه الرواية صادرة من هذه المنطقة والتخيل الذاتي دون أن تعرف اسم الكاتب والتخيل الذاتي مثلا نعم التخيل الذاتي اللغة المفردات فيه مفردات في الرواية في المنطقة هنا لن تجدها في الرواية في تونس أو الرواية في لبنان أو العراق يعني فيه شيء يميز لا شك أن يميز الرواية في المنطقة وهذا الشيء محمود يعني مطلوب وعلى مستوى الشكل البناء البناء اللغوي التعدد الأصوات السرد نعم نعم هذا طبعا هناك مشتركات لا شك الرواية تظل كجنس تشترك مع غيرها مع الرواية في الخليج مع الرواية العربية والعالمية ويعني في هذا السياق يعني أحب أن أشير إلى أن الرواية في الخليج استطعت أيضا أن تصل إلى القارئ غير العربي من خلال الترجمة يعني نشطت حركة ترجمة جيدة بمبادرات خارجية وليس مبادرات داخلية يعني اختارت أعمال رواية ونشرتها في دول أخرى ومنها أعمال للأستاذ يوسف طبعا فهذه مرحلة متقدمة أعتقد أنه لم يكن متصورا أن تحدث لو لا أن القارئ غير العربي وغير الخليجي اكتشف أن هناك شيء يستحق أن يقدم للعالم أستاذ يوسف من حيث انتهى دكتور سعد مع نقل رواية في الخليج إلى العالم الخارجي من خلال الترجمة وترجمة لك أنت أكثر من رواية إلى لغات كيف رأيت التجربة؟ تجربة نقل المكان إلى بعد آخر ليس عربيا فقط ولكن على مستوى جنبي بحيث أن الآخر يقرأ المنطقة بلغته ويرانا من خلال كتابنا من خلال الساردين بالتأكيد كانت تجربة ثرية بالنسبة لي رغم أنها أحيانا تكون مرهقة حينما يكون لديك أكثر من عمل رواي وأكثر من لغة وتتعامل مع ثلاثة أربعة خمسة مترجمين في وقت واحد وطبعا الترجمة حينما تنقل من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى تختلف تماما جذريا عن الأكس يعني المترجم العربي يجلس في مكتبه وفي طاولته يقرأ الكتاب ويترجم دون أن يعرف المؤلف ودون أن يتواصل معه في الترجمة إلى الآداب الأخرى الوضع مختلف تماما المترجم على تواصل مستمر معي عن طريق الإيميل عن طريق الاتصال الهاتفي أو حتى عن طريق اللقاء إذا تسنى ذلك يعني أكثر من المترجم يعني تيسر الطرق لي معهم لكي نلتقي ونتحاضر هذه اللقاءات ليست لفهم كلمة أو مفردة أو جملة وإنما أحيانا يعني يقول للمترجم أنا فاهم النص تماما وترجمته وانتهيت لكن أريد أن أعرف الحالة الشعورية لديك حينما كذبت هذه العبارة تحدث عنها قليلا يعني هذا الحرص الدقيق على ترجمة النص لكي يصل بشكل جيد هو ما صنع يعني دائما أنا أشعر أن المترجم هو مؤلف آخر جديد إما أن يصنع عملك بشكل متميز أو أنه يصيء إليك كما حدث حتى في ترجمة أعمال من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية كرهنا بعض الكتاب بسبب الترجمة فالتجربة كانت بالنسبة لي جدا مهمة على عدة مستويات على مستوى التعامل مع المترجم اللي حين صدور النص التعامل مع الإديتورز بالضبط المحررين في دور النشر التعامل معهم أيضا مسألة مهمة جدا التعامل حتى في لحظة إخراج الكتاب ويعني أتذكر الحمام لا يطير في بريدة يعني بلا مبالغة يمكن أكثر من أربع أغلفة كانت ترسل لي على فترات وكلما أرسل إلي غلاف أشعر أنه متميز فأجيب على الإيميل أن هذا الغلاف رائع بعدها بثلاثة أشهر أو أربع أشهر أفاجأ بغلاف آخر وهم يعني يكتبوا أن الغلاف السابق يعني لم يكن يعني أتراكتف يعني ليس جذابا للقارئ فاضطررنا أن نعمل غلاف آخر يعني هذا الدأب والحرص هو شعور الناشر أنه شريك في صناعة الكتاب يعني إما أن ننجح معا أو نخسر معا هذا يعني مفتقد لدى الناشر العربي وهذا يقولنا أيضا إلى الاهتمام بالمتلقي باعتبار أن الرواية هي فن قرائيا قبل أن تكون يعني فن لرؤية البصرية أو لعرام القذب أخرى هي علاقة خاصة بين الكاتب وبين القارئ بين الإنسان وبين الحكاية حكاية إنسان آخر هذا الذي يميز الحقيقة الرواية عن الشاعر مثلا عن القصيدة الرواية تتوجه إلى الآخر أكثر ما تتوجه إلى الذات ترقيمتها الفارق أيضا بين هي وبين القصيدة نعم بالتأكيد يعني غنائية القصيدة وتمحورها حول ذات الشاعر ورؤية للعالم تختلف عن ما يحصل في الرواية عندما نقرأ عملا كما وصف باختين بأنه رواي حواري يعني فيه الاختلاف الجذري هو في استيعاب الآخر الآخر المتعدد يعني من وجهات نظر مختلفة تعدد الشخص تعدد الساردين أحيانا تعارض الآراء يعني هذه الخلطة تختلف وتجعل الرواية أكثر جاذبية للمترجم وبالتأكي القارئ المتلقي الآخر يعني الذي قد يجد فيه النص الروائي ما يجذبه أو يجد نفسه فيه إلى حد ما أي شخصية تستطيع أن تقول مثلاً أن القارئ يجد فيها ما يجذبه؟ تعتمد طبعاً على الرواية نفسها يعني أنا أعتقد أن الرواية السياسية مثلاً تختلف عن الرواية الاجتماعية فالناس تنجذب إلى شخصيات معينة قد تكون إذا كانت الرواية السياسية مثلاً أو تاريخية أن تكون الشخصية من الشخصيات الجاذبة أصلاً التي يريد القارئ أن يعرف المزيد عنها من خلال رؤية الكاتب لهذه الشخصية أو ما يتقول عنها الشخصيات الأخرى في الرواية هذا أيضاً ينقضنا إلى القانب الآخر وهو متعلق برواية الكشف رواية البوح خاصة في الرواية المكتوبة بأقلام نسائية صارت أشبهة إلى البوح إلى الكشف فهي ربما أيضاً ترش القارئ بحكايات قديدة مستمدة من المخادئ تفضل صلى يوسف هذا يتعليق لك على هذا القانب بأعتبارك روائي ومحاولتك الكشف عن المسكوت عنه يعني فعلاً مسألة الفضول فضول القارئ أن يعرف هذه التفاصيل وأحياناً الفضول يزداد في محاولة الربط بين هذه الشخصية وبين شخصية الرواية الحقيقية هل هذا يحصد نصه وهذا حدث لك كثيراً هناك من يقرأ الرواية بمن يعرفني أو يعرف جزء من تفاصيل حياتي ويبحث عن يوسف في هذا العمل أين يكمن أين هو فهذا الفضول ربما هو هو ما يعني يسهم في رواج بعض الأعمال التي كتبت طبعاً بعض أنا لا أقول جميع الأعمال بعض الأعمال التي كتبت بأقلام نسائية لكون المرأة دائماً هي التي داخل دائرة الحجب وفي المجتمعات المحافظة تغدو الكشف أكثر يعني قاذبية للقارئ حينما تكتب يعني تجد بالفعل القارئ يبحث عن هذه عن هذه التفاصيل التي ربما ذات علاقة بالكاتبة بذات الكاتبة أو حتى ليست لها علاقة يعني فمجرد وجود امرأة في النصوص الروائية غالباً خصوصاً حينما تكون أيضاً امرأة متمردة أو متجاوزة تلفت الانتباب التكتب هي نفس الحديث مرة أخرى مثلاً عن الحرية حرية الكاتبة في التعبير عن بنات جنسها أو عن نفسها بحيث تتحول الرواية مع مرور الوقت إلى يوميات إلى محاولة تسجيل يوميات عادية ولكن هذا أيضاً دكتور سعد ربما يقودنا إلى كلمة النقد الفرز الحقيقي بينما هو رواي وبينما هو حكاية عبر محاولة كتابة يوميات بحقية أنها رواية ألم يختلط الأمر يبدو ذلك؟ هناك اختلاء خلط كبير الحقيقة في هذا الفن يعني أنا فجئت مثلاً عندما عند تحكيم جائزة البكر عام 2014 نعم رسلت لنا 150 رواية تقريباً و140 رواية اتضح سريعاً يعني أن ما يقارب الثلث يمكن إلغاءه تماماً من الخمس صفحات أو العشر صفحات الأولى لا علاقة له بالرواية بعضها تهويمات شخصية وبعضها يعني يعني كما تفضلت يوميات فيظن الناس أن هذه أعمال رواية وربما سهولة النشر حالياً سهولة النشر أنت تستطيع الآن تنشر عملك بنفسك يعني الآن من خلال الإنترنت تستطيع أن تطبع الأعمال وتنشره ويقرأه الناس بدون الذهاب إلى دار نشر فهذا أيضاً يعني لا شك أنه يؤدي إلى فوضى لكن أيضاً في نفس الوقت هناك قادر على التمييز و يأتي دور النقد في هذه الحالة يعني لكي يسهم في عملية إبراز الأعمال التي تستحقن تقرأ لكن القاري ليس بالضرورة أن يختار العمل القيد الذي يفترض أن يقرأ لأن مع التبسيط ومع التسطيح فهناك أيضاً القاري البسيط الذي يبحث يعني من خلال التجربة هناك بعض الكتاب الذين أخلصوا لمواقع التواصل الاجتماعي هم الأكثر طلباً على إصداراتهم ربما هم من الإصدار الأول وربما يعني في إطار القدرة الشرائية أو القدرة المالية يستطيع أن ينشر كتابه بكل بساطة وهناك من يطبع مقرر فقط أن تتحمل الكلفة يعني هناك إشارة مهمة أشار لها الدكتور ساعد أنه قال بما تقريباً ثلث الروايات استبعدت من الخمس صفحات الأولى والعشر صفحات الأولى يعني هذا يحيل أيضاً إلى مسألة النشر الأجنبي واختلافه عن النشر العربي يعني لو كان لدى هذه الدور دور النشر العربية محررين يقوموا بقراءة النص قبل الإقرار بنشرها أو عدم نشرها لا استبعدت هذه الأعمال أصلاً من النشر فما ذلك أنها تدخل إلى المساب يعني الدخول في جوائز وكذا يعني هذه مسألة أنا أعتقد مهمة يعني أنا أتذكر دائماً أنا أردد هذه المقولة أحد الأمريكان الذي يعمل في شركة إنتاج فني وتصل إليه يومياً يعني بحدود خمسين سيناريو مكتوب لتحويله إلى فيلم فكان يسأل كيف تستطيع أن تقرأ كل هذه الأعمال فقال من العشر صفحات الأولى هي تمثل العشر دقائق الأولى في الفيلم فإذا كان المتلقي المشاهد الذي دفع مالاً لكي يشاهد فيلم لم يتواصل مع هذا الفيلم خلال العشر دقائق الأولى فالأحرى أن يخرج وأن لا يفقد يعني وقتاً بالإضافة إلى ماله فهذه مسألة مهمة إذن هو نفسه عنصر التشويق عنصر القذب إلى قراءة الرواية ربما لا تستطيع العشر صفحات الأولى أن تشيي به دائماً ولكن ربما من العمق الذي يقدم هذه الرواية يستطيع القارئ أن يعرف إن كان هناك عمقاً أم أن هناك مجرد طريقاً فارغاً عليها أن يسير فيه ويصمن من أجله نقد مرة أخرى نعود إلى دكتور سعد هل هناك نقد فعلاً حقيقي قادر أن يقدم أو يقدم على مخاطرة فرز هذه الأعمال بحيث أن يقول للكاتب الفلاني أنك لم تكتب رواية وللكاتب الفلاني أنك كتبت مجرد يوميات فقط النقد يعني غالباً متهم بالتقصير وأعتقد أن هذا صحيح لأن هناك سبب واضح ورئيسي وهو أنه ليس من الصعب بل من المستحيل متابعة كل ما ينشر وهو كثير يعني روائياً سواء في الرواية كيف عدت تتابع مئة رواية طبعاً صعب جداً على أي شخص يتابع كل هذا الكم لسيما وأننا نفتقر إلى الناقد المتخصص الذي يقف جهده على نوع أدبي معين يعني هذا موجود في الغرب طبعاً ترسل الأعمال إلى النقاد ويقرأونه حتى قبل نشرها إما كمحررين أو كمشرفي صفحات ثقافية أو مجلات ثقافية لدينا في الغالب النقد جانب من نشاط الإنسان وليس هو الجانب حتى ليس الجانب الرئيس لذلك طالما أن دور النشر ليس لديها قراء وليس بضرورة فقط محررين قراء يعني يأخذ رأيهم وليس لدينا مؤسسات تفرغ النقاد أو صحف حتى مجلات يعني معظم من هؤلاء متعاونين فلذلك من الصعب أن يقال أن هناك متابعة نقدية كافية يعني هي متابعة لكنها ليست مطلوبة ما يسمى يمكن بالنقد الصحفي أو النقد الانطباعي الذي يمتدح عملاً لمقاملة لشخص أهداها رواية فقال له اكتب عنها أحياناً حتى لا يمتدح رئيس تحرير أنت باعتبارك لا بعيداً عن هذه الجزئية ليس بالضرورة يعني يمتدح هذا العمل يعني كثير من ما يكتب في الصحافة هي عبارة عن عروض استعراض يعني عرض كتاب عرض كتاب إلى درجة أن يسرد حكاية الرواية من الأول إلى الآخر فقط يعني ليس نقداً حقيقياً نقداً حقيقياً لعني أضيف شيء أيضاً لهذه المسألة الأستاذ يوسف تحدث عن دور النشر دور النشر الآن لديها أيضاً ضوابط يعني تجعلها تختار أعمال قابلة للتسويق أعمال وبالتالي تكسب نعم مزيد من المال ولديها أيضاً معايير في المسبة للحرية التعبير صحيح يعني يعرفون مثلاً هذه الرواية لنتباع في السعودية نعم فيقول لك مثلاً شل الجزء هذا صحيح وخلي الجزء هذا فهي رقابة أو تحرير لكنه ليس من أقل القارئ من قدر ما هو رقابي بالضبط تسويقي تسويقي أكثر من كوني شيء آخر هذه النقطة جداً مهمة أنه هذا يعني هذه رقابة ذاتية ليس لها علاقة بالجودة النص أنا تعرضت عند ترجمة الرواية الحمامي لا يطير في بريدا إلى اقتراحات من الإديتور الموجودين في بلومزبيري في بريطانيا أن هذا المقطع و هذا المقطع و هذا المقطع ليس لها أهمية و ليس لها داعي و كانت مقاطع يعني مركزة كثيراً على مسألة الجنس فكانت رؤيتهم يعني ليست رؤية رقابية بما معناه أن هذا محرم و إنما كانت رؤية فنية نعم أن وجود هذه المقاطع لا يضيف كثيراً للنص و بالتالي إبعادها من النص يمنح النص قوة و متانة و ما الفرق بين قاري و قاري يعني أنت تحدث أنت كتبت لقاري عربي لكن ماذا أضاف لك النقد الدكتور أستاذ يوسف يعني أنت كروائي هل وقيت فعلاً نقداً حقيقياً لأعمالك الرؤية استطعت أن تقول إنه فعلاً أعطاني حافزاً يعني دافعاً يعني دائماً أنا أنظر إلى النقد أنه يفترض أن يكون يعني عملاً موازياً و يقدم لك مفاتيح لقراءة نصك على الأقل بالضط يعني أنا أتذكر مثلاً يعني كتب مثلاً عن القارورة عدد من الدراسات كان عشرية ثلاثين دراسة نقدية لكن ما لفت انتباهي ربما دراسة أو دراستين لأن لسبب بسيط أنها يعني التقطت أشياء لم تكن في بالي التقطت مفردات حتى مثلاً مفردت صوت رنين الهاتف من صفحة إلى صفحة كيف يختلف لم تكن مقصودة من يعني لم أكن أنا على دراية نقدية بأن وضعت هذه المفردات تحديداً لكن الناقد استطاع أن يلتقطها أنا أعتقد هذا النوع من النقد الذي يلتقط الأشياء التي لم تكن حاضرة في ذهن الكاتب ويراجعها وأحياناً يتحدث مثلاً هذه الشخصية لو كانت أكثر اتساعاً يعني النقد أحياناً يشابه ما يقوم به المحررون في دور النشر الأجنبي يعني فكرة المحرر الأدبي هي أيضاً تنقصنا أيضاً فكرة الاهتمام بالكتابة بالتقنية صحيح تقديم أنفسنا إلى قراءنا بطريقة يعني كما ترى أن تلاحظ أيضاً في دار النشر الخارجية الكتاب بالنسبة لهم ليس منتجاً السريع على الاستهلاك وإنما منتجاً حتى من الأغلفة صحيح تغيير الأغلفة البحث عن الأجود البحث بمعنى آخر أن تقويد البضاعة منذ البداية هو الذي يقودها إلى قارئ لكن معنى دائماً هو التركيز على أدب الكشف أدب المحضورات يقود دائماً الناشر العربي بمثل ما أشار الدكتور سعد ما المشكلة إذن دكتور سعد هي المشكلة في المتلقي نفسه يعني طالما المتلقي يقبل على هذه الأعمال فارق ثقافة مثلاً أو فارق نعم نعم مستوى المتلقي يعني نتكون كل متلقيين طبعاً لكن هناك شريحة كبيرة من المتلقيين تبحث عن السهل والمثير والممتع وبمناسبة ليست هذه ظاهرة عندنا وحدها يعني الروايات التي تباع في المطارات العالم روايات بوليسية روايات مثيرة روايات رومانسية يعني هذه بالدرجة الأولى تأتي كمتعة قرائية يعني تكافى سفر لكن في الغرب الفرق هو أنه في الغرب هناك أيضاً روايات جادة تباع أيضاً في هذه الأماكن يعني نحن مشكلتنا أن الشعبوي البسيط هذا هو الذي يعلو يعني في معارض الكتب تجده بارزاً أمامك يعني أكثر مما تجد الأعمال الجادة على الأسف كيف نقدم أعمال جادة يعني يعني كان سؤالي كان يدور حول هل فعلاً قدمنا في روايتنا في الخليج الشخصية الإنسان الخليجي كما يعني بعيد عن فكرة النفط والصراعات الطبقية والخروج من المآزق الاستهلاكية التي نستطيع أن نقول أستاذ يوسف يعني أعتقد يعني لكي تقدم شخصيات مهمة ومؤثرة يعني يجب أن تركز على إنسانية هذه الشخصيات يعني البعد الإنساني هو ما يبقى أما ما عدا ذلك ليس له قيمة المسألة الأخرى المهمة جداً أنه كيف كيف تقدم شخصيات توهم القارئ أنها شخصيات حقيقية كيف تقنع القارئ نعم وأنا دائماً أردد هذه المقولة يعني حينما تقدم حدثاً ما أو تقدم شخصيات ما حتى لو كانت شخصية عادية ليست شخصية مثيرة لكن حينما تكون هذه الشخصية حاضرة في صفحات الرواية بطريقة تشد القارئ وتشعر أنه ما يقرأه حقيقة يلتبس عليها الواقع أو المكتوب بالواقع الحقيقي هنا تكون نجحت في تقديم شخصيات مهمة ومؤتد هذا المتخيل الذي يقود إلى قراءة مختلفة للواقع بحيث أنك لا ترى الواقع ولكن ترى الواقع متخيلاً ثم يقول المركيز الرواية هي الكتابة السحرية للواقع الدكتور سعد بالنسبة للجوائز الأدبية البوكر كتارة وصار الاهتمام بالرواية كأنما الآن ليس فقط زمن الشعر ولا زمن السرد بل التركيز على الرواية باعتبارها السوق وليس كقيمة فنية فقط صحيح يعني الجوائز تعكس هذا الاهتمام بدون شك اهتمام الشعبي اهتمام الشعبي والمؤسسي يعني مؤسسات رسمية أيضا يعني البوكر يعني قامت على أساس تكريم العمال السردية وليس يعني للشعر أو غيره من الأنواع المسرح مثلا وغيره ليس لهم نصيب من هذا لكن أيضا هذا يعكس الإقبال الشعبي الإقبال العام على الرواية بوصفها الجنس الأكثر حضوراً والأكثر الذي يعتقد الكثيرون ويرى الكثيرون وربما هناك طبعاً مبرر لهذا أنها الأكثر تعبيراً عن الهموم المعاصرة حكايات ما بمعنى آخر نعم حكايات قيراننا حكايات آخرين بالضبط أن نرى أي شخصية هي الأقرب كما يقول الأستاذ يوسف الفضول 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 التقريب الشخصيات من شخص الكاتب نفسه الأسئلة جميلة ولا تنتهي وإيقاباتكما هي الأجمل أستاذ يوسف المحميد والدكتور سعد البازي شكراً لكم على هذه الاستضافة مشاهدوا أسئلة نلتقي في حلقة أخرى وما ضيفين آخرين يضيئان لنا عتمت الأسئلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة